خلونا نرجع دلوقتي مرة تانية الليز ملكنا هالا عشان نعرف منها أخبار الرياضة المحلية والعالمية تفضلي هالا شكرا فسانت شكرا شازلي أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية المنتخب الأولمبي لقرات القدم بقيادة البرازيلي ميكالي اختتم تدريباته مبارح استعدادا للقاء نظيره المالي باستاد ابن بطوطة في الجولة التانية للمجموعة التانية في كأس الأمم الأفريقية لقرات القدم تحت سن 23 سنة شدد ميكالي على ضرورة التركيز في اللمسة الأخيرة وأن تكون إيجابية على المرمى وده لعلاق ظاهرة إهدار الفرص برازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي لقرات القدم أعرف عن تفاقله بحالة التركيز العالية اللي بيعيشها اللاعبين قبل مواجهة مالي في كأس الأمم الأفريقية لقرات القدم تحت 23 سنة أكد ميكالي في المؤتمر الصحفي للمباراة عن رغبته وكل أفراد المنتخب في الفوز وإحراز نقاط المباراة وقطع خطوة مهمة في رحلة الحلم نحو أولمبياد فاريس كمان نتكلم أسامة فيصل لعب المنتخب الأولمبي أنه هو وكل زملائه بالمنتخب في حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على لقب وطالب الجميع بمسندة المنتخب في مهمته الوطنية مارسل كولر المدير الفني قاد لعب الأهلي في فقرات فنية وتدريبية متنوعة بداية من الميران الجماعي وأدى رباعي حراسة المرمى تدريبات بدنية وفنية متنوعة واختتم كولر فقرات الميران بتأسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتوجدين في الميران وده في إطار الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي مساء الخميس ضمن منافسات الدوري فريق الزمالك نجح في تحقيق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت بينهم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 مسبقة الدوري المصري سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو بشيكابالا في الدئتين 15-72 من عمر المباراة نادي يوفنتس الإيطالي أعلن بشكل رسمي عن تجديد عقد الفرنسي أدريان رايبو نجم وسط السيدة العجوز ونشر يوفنتس صورة لعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر معلنا عن تجديد عقده لمدة موسم ينتهي في يونيو 20-24 نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي أعلن تعاقده رسميا مع فيكاريو حارس مارما إمبلي ينضم للفريق بداية من الموسم الجديد وفقا للموقع الرسمي للنادي وقع اللاعب الدولي الإيطالي عقد مع النادي يستمر حتى عام 20-28 وسيرتدي القميص رقم 13 خلصت نشطنا الرياضية ونعود مرة تانية لشازلي والبسانت واستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر شكرا لك يا هلا شكرا